بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الشيخ خليفة بن حمد الثاني وزير الداخلية سعادة الشيخ بندر محافظة البنك المركزي أخواني الوزراء السيدات والسادة يطيب لي أن أرحب بكم اليوم في مؤتمر ومعرض نقل مستدام وإرث للأجيال الذي يحظى برعاية كريمة من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والذي نهدف من خلاله إلى تبادل الرؤى والأفكار مع شراكاء الوزارة والجهات الوطنية المعنية بتطوير قطاع النقل والمواصلات بكافة أنشطته وتعزيز سبل التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنقل المستدام على مدار السنوات الماضية استثمرت دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تطوير مشاريع البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع النقل والمواصلات جهود نراها اليوم متوجهة بامتلاف دولة قطر لمنظومة نقل متكاملة ومترابطة ومستدامة وضعتها بمكانة رائدة على خارطة النقل العالمي ومشاركة خبراتها في هذا المجال مع العالم أجمع ومكنتها من استضافة كبرى الأحداث العالمية وتوفير تجربة نقل سلسة للزوار وخير مثال على ذلك استخدام ثمانة عشر مليون ومتين ألف راكب لمتر الدوحة وترامل وسيل بالإضافة إلى استخدام أكثر من سبع ملايين راكب لناقلات النقل العام خلال بطولة العالم ألفين واثنين وعشرين تماشياً مع أهداف واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغيير المناخي وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة وركائز رؤية قطر الوطنية ألفين وثلاثين تم توفير حلول نقل مبتكرة وصديقة للبيئة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة وتأتي في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة أعدتها الوزارة للتحول الرقمي التدريجي لمنظومة حافلات النقل العام الكهربائية بنسبة مائة في المائة بحلول ألفين وثلاثين في نهاية العام الماضي تجاوزت نسبة التحول الكهربائي خمسة وعشرين في المائة واليوم يسرني أن أعلن عن وصول نصبة تشغيل الحافلات الكهربائية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى ما يقارب من سبعين في المائة متجاوزة بذلك التوقعات والخطة المتبعة وبما يضع دولة قطر ضمن مصاف أعلى الدول تحقيقاً لهذه النسب في قطاع النقل والمواصلات صفرية لانبعاثات الكربونية كما طورت الوزارة برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام الذي يدعم نظام الشحن الكهربائي بما يحقق منافع متعددة أهمها توفير استهلاك الطاقة والوقود وتخفيض الانبعاثات الضارة والبصمة الكربونية للدولة وبالتالي تحسين جودة الحياة وإيماناً من الوزارة بالدور الريادي الذي ستلعبه السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المستقبل القريب تقوم الوزارة حالياً بدراسة المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية للسيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بغرض وضع اعتماد الحد الأدنى من المواصفات الفنية ومعايير السلامة لهذا النوع من المركبات وإنشاء مركز متخصص لفحص واختبار مدى تطابق مواصفاتها وأصدار شهادات الاعتماد الخاصة بها ودعماً للابتكار ومواكبة التطور العالمي في قطاع النقل نعلن اليوم عن استراتيجية المركبات ذاتية القيادة والتي تشمل تنفيذ خطة خلال خمس أعوام المقبلة لتنظيم شروط وأحكام استخدام هذه المركبات داخل دولة قطر بهدف توفير وسائل ونظم نقل ذكية وصديقة للبيئة أما على الصعيد البحري فقد أسهمت البنية التحتية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة بميناء حمد في تحويله إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير وإدارة الشحنات المساثنة ويمتلك اليوم شبكة نقل متنامية تربطه مع أكثر من ميناء عالمي حول العالم كما حصل ميناء حمد على مراتب متقدمة في مؤشرات أداء مواني الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي باحتلاله المرتبة الثامنة عالميا عام الفين واثنين وعشرين في مقاييس الإحصائية والإدارية للوقت الذي تحتاجه السفل لإكمال أعمال الشحن والتفريق بعد أن كان بالمرتبة ثمانية وثلاثين عالميا في عام الفين وعشرين وتزامنا مع ذلك يواصل ميناء الرويس دوره الرئيسي في تنشيط التبادل التجاري الإقليمي بعد أن شهد تحسينات جوهرية وإنشاء أرصفة بحرية جديدة ويجري العمل حاليا على إنجاز أعمال المرحلة الثالثة من الخطة التطويرية التي تشمل على تأميق وتوسيع القناة الملاحية والحوض البحري تماشيا مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى رفع إمكانيات الميناء بما يواكب النمو في حركة السفن وعمليات التصدير والاستيراد كما ساهمت عمليات التطوير التي قامت بها الوزارة لميناء الدوحة في دعم خطط وعوائد القطاع السياحي في الدولة من خلال الرحلات البحرية عبر السفن العملاقة ويواصل هذا القطاع تعزيز استثماراته عبر شركة كيو تيرمنز من خلال تواجدها في عدة موانئ عالمية وفي قطاع الطيران المدني بذلت قطر جهودا كبيرة لتنمية هذا القطاع من خلال بناء وتنظيم وتطوير منظومة حديثة تتميز بخدمات عصرية متقدمة ظهرت نتائجها جلية خلال العمليات التشغيلية لبطولة العالم كأس العالم فيفا 2022 حيث سجلت حركة الطائرات في كل من مطاري حمد والدوحة الدوليين 26500 حركة جوية كما تم تشغيل رادار بعيد المدى ورادار المدى المتوسط الذي يدعمان إدارة دولة قطر الكاملة لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران والذي يعد علامة فارقة في إدارة الأجواء وبدوره شهد مجال الأرصاد الجوية تطورا كبيرا يتمثل في وصول أدد محطات الرصد الجوي إلى ما يقارب من 48 محطة حديثة ساهمت جميعها في تحسين وتعزيز جودة خدمات الأرصاد الجوية في عمليات الملاحة الجوية والبحرية فضلا عن اعتماد الدولي لمركز البحري المزود الرئيسي للتنبؤات الجوية للسفن التجارية واليوم يبلغ عدد اتفاقيات النقل الجوي التي أبرمتها دولة قطر مع باقي الدول 175 اتفاقية تتيح للناقل الوطني فرصة أكبر لتوسع شبكته ووجهاته العالمية والذي يسير رحلاته اليوم إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مطار حمد الدولي الذي يستضيف الآن 40 شركة عالمية ستنضم لها ثلاث شركات في المستقبل القريب العاجل لن يقف التطوير عند هذا الحد وإنما استشرفنا المستقبل من خلال خطط مستدامة للنقل وتجشينها إلى عام 2050 مع الشركاء الاستراتيجيين وأخيراً سنواصل بدل كل جهود ممكنة لتطوير منظومة النقل والمواصلات لدعم جميع القطاعات وتحفيز التجارة وتسهيل التنقل ونقل البضائع وتحسين جودة الحياة لكل من يعيش على أرض دولة قطر وترك إرث للأجيال القادمة وختاماً أتوجه لكم بالشكر لحضوركم الكريم ولجميع الرعاة الرسميين والمتحدثين والمشاركين وكل من يساهم في تطوير قطاع النقل والمواصلات في الدولة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة